وزيرة التضامن في مصر بتقول رقم مهم جدا عن الاطفال في مصر بتقول انهم 40 مليون وفقا لجهاز المركزي للتعبئة والاحصى تعالوا نشوف الخبر مع بعض ونشوف الوزيرة بتقول ايه القباج تقول عدد الاطفال في مصر تخطى 40 مليون افادت بان عدد الاطفال وفقا لاحدث البيانات الصادر عن التعبئة والاحصى تخطى 40 مليون طفل اقل من 18 سنة طيب يقدر عدد المراهقين والشباب من سن 10 ال24 بما يقرب 29 مليون نسمة اي نصف القوى السكانية تقريبا فهم قوى هائلة وقاطرة تدفع البلاد للتنمية لا يكون دفعهم بعمالة الاطفال واستخدام العنف ضدهم لكن بالاستثمار فيهم وتنميتهم تنمية شملة بدنية نفسية ثقافية فكرية رياضية ليكون ذلك استثمارا رابحا للمستقبل ورأس مال بشري للسنوات المقبلة معرفتكش انا كده دول كلمتين يعني في منتهى العظمة ايه يا سيادة الوزيرة الجمال ده الله امال زيادة سكانية ليه بقى السيسي بيقول لنا عليها انها وحشة طالما طالما ان العدد ده حضرتك شايفاه ان هما ايه نرجع تاني كده ولكن الاستثمار فيهم احنا بنستثمر في البشر يعني الثروة البشرية دي حاجة بنستثمر فيها ده كلام الوزيرة طب الله يعفارم عليك يا سيادة الوزيرة وايه كمان وتنميتهم تنمية شاملة الله يعني التنمية مش بس كباري وطرق عشان ما بقاش بظلم الاجيال الجديدة لا ده التنمية ان انا بستثمر في الاجيال الجديدة ايه ده ايه يا سيادة الوزيرة الجمال ده ايه اللي بتقولي ده ده عب فتح ايه الكلام غير ده خالص ايه لان الاجيال دي الاربعين مليون طفل والتسعة وعشرين مليون مراهق من سن تمنتاشر الاربعة وعشرين ايه لان الولاد دول الاجيال دول التسعة وستين مليون بني ادم دول ايه لانه لو ما عملهمش طرق وكباري فهم هيعتبروا ظلمهم تقومي حضرتك تطلعي تقولي انه يجب علينا الاستثمار فيهم وتنميتهم تنمية شاملة بدنية ونفسية وثقافية وفكرية ورياضية الله يعني نعلمهم يعني نعمل لهم تعليم كويس يعني الاستثمار في التعليم طلع اهم من طرقه الكباري يعني نعمل لهم صحة كويسة عشان نفسيا وبدنيا ورياضيا نبقوا كويسين يعني ثقافية وفكرية يعني نعمل تعليم تاني وارتقاء بيهم يعني الكلام ده كله محتاج فلوس محتاج موازنة التعليم والصحة تبقى احسن ده ايه الجمال ده سيدة الوزيرة ده احنا نقفل الحلقة ونروخ طيب شو بقى بتقول ايه ليكون ذلك استثمارا رابحا للمستقبل بص الكلمة بقى العبقرية بص بص الجمال ورأس مال بشري للسنوات السابقة انا اول مرة اقرأ على لسان مسؤول في ظل حقبة السيسي العشر سنين اللي فاتوا هذه العبارة رأس المال البشري احنا عندنا في مصر رأس مال بشري الحقيقة احنا عندنا رأس مال بشري حقيقي لكن لا يتم الاستثمار فيه محدش بيقرب منه بل بالعكس بيطلع رئيس الجمهورية يقول لهم يا مفتريين يا جبابرة اللي بيتخلفوا اربعة ازاي بس الوزيرة هنا بتقول لا ده الراس مال بشري ده الحاجة جميلة جدا ده مستقبل بلدنا انا بحييك يا سادة الوزير وبشكرك لان دي تصريحات محترمة الحقيقة الناس اللي كان بتقول لي انتو بتعرضوا لا الحقيقة انا مش طالع النهاردة اعارض سادة الوزيرة بالعكس ده انا بحتفي بوزيرة التضامن المصرية ليه لانها قالت سطرين في منتهى الاهمية السطرين دول هما اللي خلوا اليابان في المكان اللي هي فيه دلوقتي وخلونا في المكان اللي احنا فيه اليابان بتعرف كويس انها تستثمر فيهم وتنميهم تنمية شاملة بدنية ونفسية وثقافية فكرية ورياضية اليابان بتعرف تخليهم استثمار رابح للمستقبل وبتعتبرهم رأس مال بشري للسنوات المقبلة اليابان ما عندياش موارد غير رأس المال البشري يا سادة الوزيرة برافو عليكي انا فعلا من هنا من اخر كلام على شاشة مكملين موجه الشكر لوزيرة التضامن على مفهومها اتمنى ان دا يكون مفهوم النظام اتمنى ان دا يكون مفهوم الدولة اتمنى ان انتوا تتعاملوا مع الناس دول التسعة وستين دول تسعة وستين مليون بانهم فعلا رأس مال بشري موجود وقيمة مضافة لمصر وهو استثمار رابح للمستقبل ما تتعاملوش معهم انهم عالة اهتموا بيهم بدنيا ونفسيا وفكريا ورياضيا وثقافيا لو عملتوا الكلام دا فاحنا في ظل سنوات قليلة ممكن نقرب من اليابان مش زي ما نشأت بيقول احنا هنبقى من السبعة الكبار والكلام الهاكس دا لا دا بجد ليه لان احنا بنستثمر في رأس المال البشري لكن للأسف الشباب والاطفال في مصر زي ما فريد الاعداد هيوريكوا دلوقتي على الشاشة هما ثروة مصر المظلومة ايه الحكاية تعالوا تشوف نشوف الصورة مع بعض كده ونشوف ثروة مصر المظلومة عندنا واحد واربعين ونص مليون طفل من يوم لتمنتاشر سنة عندنا تسعة وعشرين مليون مراهق من سن عشرة لاربعة وعشرين سنة عندنا واحد وعشرين وستة من عشرة مليون من تمنتاشر لتسعة وعشرين سنة لكن للأسف الثروة بتاعتنا مظلومة ليه لانه تلاتة واربعين في المية من الاطفال مصابين بالانيميا من سن ست شهور لخمس سنين استعرضنا التقرير ده بالتفصيل مع بعض لانه اتنين وستين في المية من اجمال العطاء البطالة او العطلين في مصر هم شباب من خمستاشر لتسعة وعشرين سنة ايه المصادر مكتوبة تحت ايه جهاز المركز للتعباء والاحصى وزيرة التضامن يبقى اذا انا عندي ثروة حقيقية اه عندي راس مال حقيقي نعم لكن للأسف مش بنميه لثقافيا ولا فكريا ولا اي حاجة فبنشوف ايه بنشوف عمالة الاطفال بنشوف الصورة دي فالصورة دي بتعبر لك عن الارقام دي ان احنا عندنا العدد ده كله لكن للأسف بيعمل او بنلاقي الحاجات اللي الوزيرة حذرت منها عمالة اطفال عنف ضد الاطفال فاصبح العدد ده كله بالمعطيات دي هي ثروة مصر المظلومة او المهدرة مرة تانية انا حابب اشكر وزيرة التضامن على الكلام اللي قالته على التصريحات اللي اتكلمت فيها لكن الارقام دي لازم نتعامل معها بالمفهوم اللي وزيرة التضامن اتكلمت عنه اللي هو ايه انه هما رأس مال انه هما استثمار ناجح انه هما رأس مال بشري انه احنا لازم ننميهم تنمية شاملة في كل المجالات فمش هنلاقي 43% من الاطفال مصابين بالانيميا ولا هنلاقي 62% من العطلين عن العمل من الشباب تعالوا نشوف كمان جزء من الاجزاء اللي اتكلمت عنه وزيرة التضامن المصرية في بيانها تحت رعاية مجلس الوزراء ده جزء من البيان لكن فيه كذا فقرة عايزين نقراها مع بعض طيب الوزيرة بتقول ايه بقى تعالوا نقرأ مع بعض كده ان هناك 6 مليون طفل من الاولى بالرعاية يستفيدون من برنامج تكافل وبرنامج تعزيز تكافل الفرص التعليمية باجمالي 4 مليار جنيه يعني هم هنا بيحاولوا يهتموا بحوالي 6 مليون طفل من الاربعين طيب ايه كمان ويتم توفير الدعم النقدي كرامة كرامة لاجمالي 137 الف طالب من دوي الاعاقة بتكلفة قدرها 580 مليون جنيه سنويا وتدعم التضامن الاجتماعي مع الجمعيات الاهلية الشريكة حوالي 400 الف من ابناء مصر فاقد الوالدين او الوالد باجمالي مليار جنيه سنويا وفي 1200 حضانة تم بنائها وتطويرها ليصل اجمال الحضانات ل 27000 حضانة يستفيد منها اكثر من مليون طفل تحت سن 4 سنوات يبقى دي الارقامة ايه عندنا 4 مليار جنيه على 6 مليون طفل دي الارقام اللي قالتها الوزيرة لكن تعالوا بقى نشوف الارقام اللي بتقولها دي بيعملوا ايه زي ما تعودتم معنا في اخر كلام في الفقرة دي المعد الشرير اللي بيعد الفقرة دي دايما بيحب اوي الارقام دي فهي بتقول هنا ان عندنا 4 مليار بيتصرفوا على 6 مليون طفل يعني تقريبا 666 جنيه للطفل 580 مليون جنيه على 137 الف يعني 4233 جنيه مليار جنيه على 400 الف يتيم يعني 2500 جنيه السؤال هنا سيادة الوزيرة الارقام اللي بتقوليها مهمة لكن التنفيذ اهم الارقام دي نصيب كل طفل منهم لازم يزيد اكتر من كده الارقام لازم ترتقي للأوضاع اللي احنا فيها وبالتالي هنرجع لسؤال الحلقة قبل ما نسمع فتاح السيسي وابتكلم عن الزيادة السكانية لو انا عندي 40 مليون طفل في مصر وهم المستقبل ورأس المال البشري وعندي كمان 29 مليون مراهق وشاب كويس طيب الناس دول طالما دي ثروة بشرية موجودة في البلد عندنا احنا ايه مشكلتنا في البلد؟ ليه عندنا مشكلة في البلد؟ ليه النظام بيتهم الزيادة السكانية ان هي المشكلة؟ فلما الوزراء بتوعه بيحتفوا بهذه الارقام المهمة ده سؤال الحلقة هنتكلم عنه بالتفصيل واسمع اجاباتك ولكن نسمع فتاح السيسي وهو بيكلم عن الزيادة السكانية نتابعه تاني بقول لكم لو فض النموين السكاني بالطريقة دية محدش هيقدر يحل المسألة ولا أنا محدش هيقدر وخلاص اردوا بقى ما تقولواش ايه يعني انا ما افتكاش حد هيقدر يعمل اكتر من اللي احنا بنعمله الحمد لله الحمد لله والله محدش هيقدر يعمل اكتر من اللي احدى من اللي احدى من اللي احدى من اللي احدى لفضلكم لا مالم مالم النمو السكاني ينخفض الى 400 الف في السنة صدقوني لن نشعر ابدا وتفضل الدولة تجري الدولة الدكتورة بتقول ايه بنصرف لا يا دكتورة مش كده انا اسف يعني انا اقصد اقول مش الدولة اللي بتصرف ده الشحب المصر اللي بيصرف مش احنا بنعاني لشحب المصر اللي حيعاني انا بيعاني معاكو كمسؤول لكن في النهاية انت ابنك وبنتك اللي مستوى التعليم اللي حياخده هيبقى جيد ولا مش جيد مستوى اللي علاج اللي حياخده هيبقى جيد ولا مش جيد فرصة التغذية بتاعده تبقى كويسة ولا لا يروح يلاقي فرصة عمل بعد كده ولا لا هي الحكاة كده هو كل اللي معايا كان وداي من اقول الكلمة ديت عشان تبقى وصلة لكم دولة زي مصر بعدد سكانها دي عزالها بتريليون دولار تسنة تصرفوا بتريليون دولار يعني 19-20-18 تريليون جنيه المزاكو ده كان كما يا دكتور مش اثنين وشوية مش كده يا دكتور محمد اثنين مصهم ايه مش كده لو احنا مش منتبهين ان ده حال مصر هنتكلم لغة مختلفة خالص وتقعد طالبني وتكلم وتشكل رأي عام على ان الدولة واللي قائمين عليها حيضيعوه واخشى ان اللي بيضيعوها هم اللي بينزروا عليها يبقى هنا الراجل شايف ان زيادة السكانية هي المشكلة لكن وزيرة التضامن شايفة ان هم حاجة مهمة جدا واستثمار للمستقبل ولازم نهتم بيهم